اشتركوا في القناة حال الأمة وتقلباتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أنا رمضان الريدي وهذه قناتي الدفتر خانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وقال أيضا سيكون بعض خلفاء ومن بعض الخلفاء أمراء ومن بعض الأمراء ملوك ومن بعض الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا ثم يؤمر بعده القحطاني فوالذي بعثني بالحق ما هو بدونه فصل النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة الإسلامية من عهد النبوة إلى آخر الزمان فبين أنها تكون زمنا تحت سياسته وإدارته وهذا ما كان حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساس الأمة من بعد ذلك خلفاء صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وكان مدة ذلك ثلاثين عاما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك وهذا قد حصل في عصر الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أما قوله صلى الله عليه وسلم ثم تكون ملكا عاضا أن يكون ملك يقع فيه جور وظلم أن يصيب الرعية فيه عصف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا وهذا ما وقع في حكم الملوك بعد الخلافة الراشدة حيث وقع الظلم والجور كحال زمن الحجاج فمر على الأمة جملة من الملوك على تلك الحال مع مراعاتهم لإحكام الشرع إلا أنهم راعوا هيبة ملكهم بأساليب ألحقوا بها ظلما بالناس ثم بعد هذا يزداد ظلم فيكون عتوا وقهرا وتجبرا حيث تكون الولاية ملكا جبرية ولا ضير إن تخلل هذه المراحل في فترات وأماكن تولي أهل العدل والرحمة كحال معاوية رضي الله عنه فإنه كان ملكا إلا أنه كان ذا رحمة وحلم وتقوى وكحال عهد عمر بن عبد العزيز فقد عد خليفة راشدا وهكذا فبين فترة وأخرى يظهر حاكم عادل ينفس به عن الناس ثم بعد أزمان الظلم والجور والفساد والابتعاد عن نهج النبوة يعز الله تعالى هذه الأمة ويختم لها بالخير والرحمة ويرضها إلى النهج الصحيح وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة والذي يظهر أن المقصود بهذه الخلافة زمان المهدي ونزول عيسى بن مريم عليه السلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنها وعلى طاعتك أعنى ومن رحمتك لا تحرمنا ومن شرار خلقك سلنا وختاما لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم دمتم في رعاية الله